مشاهدين الكرام للتعليق على هذا الموضوع ينظم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السورية سيد أحمد كامل أهلا بكم سيد أحمد بداية لندر قالت إن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيموية لم يسمح لهم بعد بدخول دوما إلى أي مدى ترى أن عدم إثبات وجود الكيموي هو محاولة لإحراج من نفذها؟ سواء استخدم النظام الكيموي في دوما وهو استخدمه قطعا بدون أدنى شك أو حتى لم يستخدمه فالنظام ملزم وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ووفق ما وقع عليه حين تجنبت ضربة عام 2013 بدخوله منظمة حظر السلاح الكيموي لا يجوز له لا أن يستخدم الكيموي وبنفس الدرجة لا يجوز له لا أن يمتلك ولا أن يصنع ولا أن يمتلك القدرات على التصنيع وما تم ضربه هو أماكن تصنيع السلاح وأماكن تخزين السلاح وهذه كل أشياء ممنوعة ومحظورة مثل استخدام الكيموي تماما وبالتالي مسألة استخدام أو عدم الاستخدام هذه مسألة لقمة لها من ناحية شرعية الضربة الضربة مشروعة وقليلة قليلة جدا على النظام طيب البيت الأبيض أكد أن ترامب يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا بأسرع وقت وتريزا ماي أكدت أن الضربة لم تكن للتدخل في حرب في سوريا يعني هل تورط من اتخذ قرار الضربة برأيك؟ يعني الآن هناك شبه تراجع عن هكذا الضربة لا تمت الضربة وانتهت لا لا أقصد يعني التراجع بالمواقف يعني من المواقف السياسية الأمريكية والبريطانية كذلك في شيء من التردد وفي شيء من الفوضى بسبب وجود الرئيس الأمريكي ترامب وهو شخصية فريدة غير معتادة في السياسة الأمريكية وغير معتادة في السياسة العالمية هو شخص يشبه معمر القذافي مزاجي غير متوازن ولكن كلامه عن الانسحاب من سوريا غير حقيقي أبدا أمريكا موجودة في ربع الأراضي السورية وهي سوف تبقى وهو يستخدم هذه الورقة للابتزاز والضغط على الآخرين والحصول على الأموال من المملكة العربية السعودية تحديدا ولكنه كلام غير حقيقي وغير واقعي ويكذبه الواقع يكذبه تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بـ 11 قاعدة عسكرية في سوريا يعني كيف يمكن لرئيس دولة عظمى أن تخرج منه التصريحات بهذا الشكل يعني حتى قضية الضربة عندما نفذتها الولايات المتحدة بعض الصحف قالت بأن هذه الضربة تمت لحفظ ماء وجه دونالد ترامب من وراء هذه التصريحات شيء غريب وشيء فريد وشيء مخيف بنفس الوقت يعني أن تكون الكرة الأرضية ومصيرها في العالم كله الآن مصيره بين أيدي أشخاص مجانين لا يحترمون الإنسان لا يحترمون القوانين قطعي طرق شأن التعبير الدقيق هم بعقلية التجار والنخاسين وقاطعي طرق وهذا مخيف مخيف للغاية لم تصل الإنسانية منذ وجد بشر إلى وضع أخطر مما هي عليه الآن العالم كله بين إيدين أشخاص بلا ضمير وبلا وجدان طيب السيد أحمد نائب وزير الخارجي الروسي قال إن أي ضربة أمريكية على السورية ستثير ردا أقوى كيف ترى تصريحات روسيا في سياق الرغبة الأمريكية في الانسحاب أو يعني عسب التصريحات المتداولة مجرد كلام الروس يتلقون صفعات في سوريا إسرائيل قصفت النظام وإيران وقصفت حتى حزب الله حوالي خمسين مرة بوجود الروس بوجود الروس الروسي يحتل نصف الأراضي السورية فقط وفي هذا النصف هو محشور مع الإيراني ومع حزب الله ومع النظام ويتلقى الضربات عشرات عشرات الضربات من إسرائيل وأمريكا والآن فرنسا وبريطانيا ولا يفعل شيئا على الإطلاق لأن روسيا دولة ضعيفة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية اقتصاد روسيا يساوي 1 على حوالي 20 من الاقتصاد الأمريكي أقل من 1 على 20 وعسكريا هي تقريبا أيضا ضعيفة بنسبة 1 إلى 20 مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية فكل ما يفعله الروسي فقط في سوريا هو ضرب وإبادة العرب المسلمين السنة حصرا منع الشعب السوري من التحرر واختيار من يشاء هذه هي مهمة روسيا ولا شيء آخر لم يستخدم الروسي ولا مر سلاحه لا ضد إسرائيل ولا ضد أمريكا ولا ضد تركيا ولا ضد فرنسا ولا بريطانيا ولا أحد كله ضد السوريين ولكن إذا سمحت لي سيد أحمد صحف رصينة كنيويورك تايمز والواشنطن بوست صحف لديها مصادر أكيد في جمع المعلومات عندما تقول بأن الضربة الأمريكية الفرنسية البريطانية التي تمت في سوريا خدمت أكثر روسيا وإيران ما دلالاتها كذا تصريح؟ هذه صحف مثل CNN قالت نفس الكلام أيضا ولكنهم يعارضون ترامب وكل ما يفعله ترامب ترامب فعلا شخصية غريبة فعلا مستفزة ولكن ليس كل ما يفعله ترامب خطأ وليس كل ما يفعله ترامب هو لصالح الآخرين أبدا هذه الضربة أهانت روسيا وأظهرت بأنها محدودة القوة وأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا على الإطلاق لحماية لا الإيرانيين ولا النظام ولا حزب الله في سوريا من القصف الأمريكي ومن القصف الإسرائيلي ومن القصف الغربي وهذه إهانة كبيرة جدا كبيرة جدا لروسيا طيب إلى أي مدى ترى أن سياق الأحداث والمواقف المترددة للدول التي نفذت الضربة يرسخ نفوذ أكبر لروسيا وإيران المتمسكتان ببقاء الأسد ومن ثم يشي أن هناك ربما اتفاق ضمني مرر ببقائه قالوا أنهم غير مهتمين ببقاءه أو عدم بقاءه مصير الشعب السوري لا يهم أحد والآن في سوريا خمس دول عظمة إما عظمة على مستوى العالم أو عظمة بالمقاييس الإقليمية الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل خمس دول كبيرة في دولة صغيرة مثل سوريا مساحتها 185 ألف كيلومتر مربع وأنا يقيني من أن هذه الفيلة الكبيرة في غرفة صغيرة سوف تضرب ببعضها وأتوقع جدا أول صدام سوف يكون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب وإيران وحزب الله من جانب آخر في سوريا طيب ما موقف المعارضة بالنسبة برأيك طبعا بالنسبة للأحداث المتداولة بالفترة الأخيرة قضية الضربة على سوريا وقضية المواقف الدولية هناك حقيقة ربما ميول من المعارضة السورية إذا صح التعبير للموقف الأمريكي أو الخطوة الأمريكية المتخذة في سوريا وهناك من ينتقد المعارضة لأنه يقول بأن الولايات المتحدة شاهدت عشرات الضربات الكيموية قصفت في مرتين مطار الشعيرات وهذه المرة ولا يوجد تحرك حقيقي لإنقاذ سوريا مما هي فيه كيف ترى الموقف بشكل عام؟ عدى صحيح النظام استخدم الكيموي على الأقل 50 مرة 48 مرة في عهد أوباما ولم يفعل شيئا مرتين في عهد ترامب في المرة الأولى ضرب 58 صاروخ لهدف واحد المرة الثانية أيضا ضرب و113 صاروخ على ثلاث أهدف فإذا تغير الوضع في الولايات المتحدة انتهى عصر أوباما ودخلنا في عصر ترامب الذي رد على كل هجوم كيموي وبهجوم متصاعد الضربة الأولى كانت أمريكية فقط هذه الضربة أمريكية فرنسية بريطانية فإذا هناك رد حاليا المعارضة السورية والشعب السوري عنده عمل كبير من أن هذه الوحوش الكبيرة المجتمعة في سوريا سوف تضرب بعضها وخاصة الوحش الإيراني الذي احتل سوريا ويغير طبيعتها السكانية ويتدخل في كيان سوريا ويؤذي كيان سوريا وصار عدوا كبيرا تقريبا الآن العدو الأول للشعب السوري هو إيران السيد أحمد كامل الكاتب والمحلل السياسي السوري كنتم عبر الأقمر الصناعية من إسطنبول شكرا جزيلا لك